موسيقى موسيقى كان خلال اليومين اللي فاته ترويع للمواطنين في هذه الفترة من خلال اطلاق الارات النارية تهديد لحياة المواطنين والمساس بحرياتهم بما يتعلق بالاجراءات المتخذة من قبلنا والاوامر الصادرة الى القادة الميدانيين لطبقوا امر الدفاع بالميدان ستكون هناك اجراءات صارمة وصارمة جدا بحق كل من تسول له نفسه بالمساس بامن الوطن او ترويع المواطنين والمساس بحرياتهم اجراءاتنا بالميدان ستكون اجراءات صارمة وقد تبدأ بتعامل بالغاز المسيل للدموع او باستخدام العصى وقد يملي الامر بان يكون هناك تطبيق لقواعد الاشتباك وعلي بذلك استخدام الرصاص في حالة اطلاق النار باتجاه القوة نتمنى ان نصل الى ذلك ممكن عطفتك تحدثنا عن ممكن تحدثنا عطفتك عن اعداد الكوادر الامنية التي تم نشرها في اقليم الشمال وعن تعاملكم مع الحوادث كم حادثت عملت معها وهل هناك ارقام لمن تم توقفهم لخارقي قانون الدفاع نعم فيما يتعلق بحجم القوة المنتشرة باقليم الشمال 8000 شرطي ودركي لفرض الامن والاستقرار في اقليم الشمال تعاملنا مع العديد بمدريات شرطة الشمال مع العديد من الوقعات الامنية واخرها قبل نصف ساعة تقريبا فيما يتعلق باعداد الاشخاص الذين تم ضبطهم اتوقع انه فاق 110 اشخاص لغاية اللحظة وما زال هناك يوجد هناك بعض الوقوعات الامنية الاجراءات متابعة والتعليمات واضحة لدى الزملاء بالميدان يتم التعامل معها الآن على ارض الواقع طفتك مسؤول عن اربع محافظات اربد الجرش وعجلون والمفرق ممكن توجه يعني ايش رسالتك للاردنيين عفوا ايش رسالتك للاردنيين سيدي في ظل هذه الظروفة الامنية الاستثنائية التي تعيشها المملكة والوضع الامني القائم الآن يعني هي رسالة واضحة لكل مواطن هو الالتزام بأمر الدفاع والالتزام في منزله الآن احنا نعيش ظروف الحضر الشامل لا داعي للتجمعات لا داعي للتعبير عن الفرحة من خلال اطلاق العيارات النارية لانه راح تكون الاجراءات صارمة وصارمة جدا بحق هذه الفئة الغير منضبطة انجاز التعبير وبالتالي رسالتي للمواطن بانه مهمتك ليست صعبة فقط الالتزام بالبيت والابتعاد عن كل القوى الامنية لان القوى الامنية اذا دخلت موقع الآن لا نحذر الموقع فقط يتم استخدام القوى بشكل مباشر سواء تجمعات سواء مطلقي عيارات نارية يتم التعامل معهم بشكل مباشر ولا يوجد تدرج باستخدام القوى لكن فرض الهيبة الآن اصبح امر ملزمي فيه كقادية ميدانيين واصبح الضرب بيد من حديد في سبيل حماية الوطن واي من تسول له نفسه بان يمس امر الوطن او يهدد حياة المواطنين ويعرض حرياتنا من الخطر الآن الضرب بيد من حديد هو الاجراء القائم التوفيق عطوف تكون ان شاء الله نتمنى ان لا نصل الى استخدام الرصاص ان شاء الله شكرا لك زياد شكرا لك زياد ان صارت نعم شكرا لك زياد انت تعبان وصوتك تعبان يعطيك الف عافية انت في الميدان ايضا منذ ايام الله يعطيك الف عافية شكرا لك زياد شكرا لك